اشتركوا في القناة شمال ولاية المنيعة غردايا كذلك توقورت شمال ولاية ورقلة وحتى جنوب ولاية الواد وهذا الى غاية صباحة الغد ان شاء الله تنبيه ثاني عن هبوب رياح قوية قد تصل سرعة 80 كم في الساعة على المنيعة غردايا كذلك توقورت ورقلة تيميمون وحتى على الواد اذا سرعة الرياح قد تصل 80 كم في الساعة اما خلال يوم الغد فمصرحة الارصاد الجوية ترتقي بسحب سفلة مع ضباب خلال الصباح الباكر على المناطق الشمالية على السواحل وخاصة المرتفعات والهضاب مع تشكل سقيع والجليد اذا تقس بارد خلال صباح الباكر مع سحب سفلة لتصبح الاجواء غائمة جزئيا على المناطق الشمالية خلال صباحة الغد بعض الامطار ستستمر في التساقط على منطقة الواحات ليتحسن تقس خلال واخر النهار ان شاء الله دائما هبوب رياح قوية على شمال الصحرى منطقة الواحات وحتى على الصحراء الوسطى عفوا اذا مما سيعمل على تطير للريمال درجات الحرارة خلال ليلة اليوم وخاصة صباحة الغد ان شاء الله هنا تظهر اربع درجات دون الصفر على الهضاب العليا الغربية كذلك تقس بارد على الهضاب العليا الشرقية ثلث درجات دون الصفر ثلث درجات على العاصمة درجة واحدة على بشار خمس درجات على تين دوف كذلك أدرار وتيمي مونس ثلث درجات على إن صالح ونفس المقياس على تمن رسلات ثلاثم درجة على أقصى الجنوب أما خلال ظهيرة الغد ان شاء الله درجات الحر القسوة فصلية على المناطق الشمالية منخفضة خاصة الهضاب مع سبع درجات فقط على البيض وسعيدة تسعة درجات على الجلفة لغوات ستاشن درجة على العاصمة ننتظر نفس المقياس على إيليزي إنو عشرين درجة على ولاية جانت ستاشن درجة على كولمين بسكرا المغير توقور تين دوف كذلك إن صالح وحدولاتين درجة على أقصى الجنوب أما البحر خلال يوم الغد فمصرحة الأرصاد الجوية ترتقي ببحر هادئ على السواحي الغربية ريح ضعيفة متغيرة الاتجاهات بينما بحر قليل اتراب على السواحي الوسطى والسواحي الشرقية ريح معتدي لا تصل غير 40 كم في الساعة ترجمة نانسي قنقر